موسيقى هل هي مضرة أم مفيدة؟ كثرت الأقويل والدراسات عن القهوة ولكن يمكننا اليوم التأكيد على أنها مفيدة جدا دراسة هولندية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لأمراض القلب استمرت 13 عاما أكدت بأن القهوة مفيدة للقلب وتحد من أمراضه أما دورية الاتحاد الأمريكي للسرطان فبينت في دراستها أن أربعة أكواب من القهوة على الأقل تقلل فرص الإصابة بالسرطان خصوصا سرطان الجلد من نوع بي سي سي وتعتبر القهوة وقاية من السرطان لأنها تقوم بعملية ترميم وأصلاح الدياني في الخلايا ووافقتها دراسة ألمانية عندما استنتجت بعد عشر سنوات من البحث أن القهوة تحتوي على مواد مضاد للأكسدا تسمى بمثل بايريميدين الذي يعمل كمضاد للسرطان وموجود بكثرة في قهوة الأسبراس المركزة وبالنسبة للنساء أربعة أكواب من القهوة تقلل فرص الإصابة بالسكر بواقع الضعف للواتي تجاوزن سن الخمسين لكونه يسرع عملية الأيض وذلك بحسب دراسة أمريكية وكذلك تحمل قهوة النساء من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم عند تناولهن أكثر من فنجان أما بالنسبة للرجال فتناولهم ستة فنجين من القهوة يوميا يقيهم من خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 60% وفقا لدراسة أعدتها جامعة هارفرد عام 2011 والجامعة نفسها أعدت دراسة أخرى بيّنت أن أربعة فنجين على الأقل تقلل نسبة الاكتئاب 20% أما عن علاقة القهوة بالزهايمر فتوصل باحثون سويسريون ودنماركيون إلى أن ثلاثة إلى أربعة فنجين من القهوة يوميا تقلل من خطر الزهايمر بنسبة 65% رشخيات العربية